في إنجاز غير مسبوخ لأي دولة خارج أوروبا النفوذ فريق ببطولة العالم للنشئين تحت 17 احنا عملنا على فكرة أنه اندهشت قوي من فكرة عملنا مرحلة الشباب في 93 يعني الشباب ولا النشئين يعني القاعدة يعني ما جمال الشمس يخد على أرضنا هنا في 93 في 93 وكان لها إرهاصات وده اللي أنا خلاني أفكر في أسباب الفشل وأسباب النجاح سيد براهي يعني قد عصرت هذا الأمر منذ بدايته آه انت هند بول مان أنا كنت عدو الاتحاد المصري لكرة اليد أميس هندوء ومسؤول عن الفرق القومية من 80 ل88 وتعملت مع الكابتن حاسم مصطفى وهو مدرد من المنتخب المصري ثم رئيسا للاتحاد المصري على طول قفزا من دي إلى دي كابتن حاسم مصطفى رأى أن ينتهج الأسلوب العلمي فلأول مرة لأول مرة يعظم من قيمة اللجان الفنية داخل الاتحاد ومن اللجان الفنية داخل الاتحاد تعرفت على شخص الدكتور خالد حمودة بدأ في هذا يعني من هذا المدخل ومعه لجنة أو لجان رائعة يخططه لنهضة كرة اليد المصرية آه وانطلق مشروع العمالق أن يجوب المحافظات وينأي مواصفات تناسب كرة اليد آه وتعرفنا على مجموعات متتالية من خريج هذا المشروع الهائل ولكن دكتور حسن مصطفى والثمان سنين مش عارف إيه برة على الاتحاد المصري على الاتحاد الدولي الأول لجنة أولمبية المصرية ثم الاتحاد الدولي ليبدأ سكة نجاح هائلة وطور كرة اليد ووضع قدما لإفريقيا على المضمار العالمي أنا بحكي لك باختصار لأن قد تنجح بالصدفة آه ولكن عندما تتكرر الصدفة لأن الكلمة دي حتجلنا في مناسبة أخرى في كرة القادر صحيح يبقى الموضوع مش عشوائي الموضوع تخطير إنه هذه الثمار الرطبة قوي وهذه الشجرة اللي يعنيعة ليها جزور طويلة ليها جزور وليها أسباب عمل مؤسسي عندما تخلى عنه اتحاد كرة اليد في مرحلة من المراحل اهتز اهتزت النتائج فعندما تريد أن تبحث عن كلمة السر وهنا عدم عدالة الكثير من الأمور عندما تلجأ للتخطيط إن غيرك يقص الشريط ترجمة نانسي قنقر